السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم نايف القحطاني اليوم راح نتكلم عن التشفير ايش هو التشفير بالضبط وايش الطرق المستخدمة للتشفير اليوم فكرة التشفير هو انك تاخذ رسالة مفهومة وتحولها الى ارقام وحروف غير مفهومة فاذا انت بغى ترسل رسالة الى شخص وخايف ان فيه شخص وسيط بينكم يقرأ الرسائل هذه فانت تقدر تشفر الرسالة هذه بحيث ان المستقبل يكون هو الشخص الوحيد اللي يقدر يفك التشفير ويقرأ هذه الرسالة المفتاح الخاص هذا هو اللي شفر الرسالة وهو اللي يفك تشفير الرسالة في الماضي التشفير كان شيء مهم جدا لازم يكون التواصل كويس بين الناس وبالذات اثناء الحروب لكن اهم شيء هو ان التواصل هذا يكون خاص وسري واحدة من الطرق القديمة للحفاظ على سرية الرسالة كانوا ياخذون المرسول ويحلقون رأسه وبعدين يكتبون الرسالة على جلد رأسه وينتظرون الى ما الشعر ينبوت مرة ثانية وبعدين يرسلونه في طريقة ثانية صارت مشهورة الآن ابتكرها شخص اسمه جوليا السيزر قبل اكثر من الفين سنة طريقة التشفير بسيطة جدا اولا الطرفين لازم يتفقون على مفتاح وخلونا نقول في المثال هذا ان المفتاح يساوي ثلاثة وبعدين المرسل يكتب رسالته وبعدين ياخذ كل حرف في الرسالة هذه ويحركها ثلاث خانات للوراء ثلاث خانات هنا لان المفتاح اللي يتفقوا عليها الطرفين هو الثلاثة وبعد ما تكرر العملية هذه كلها على كل حرف الرسالة راح تصير عندك رسالة مشفرة ولا احد يقدر يقرأها والآن وبما ان المستقبل يعرف ان المفتاح السري او الخاص هو ثلاثة فهو يعرف انه راح ياخذ كل حرف ويشوف ثلاث خانات بعد الحرف هذا وكذا راح يفوق تشفير الرسالة ويقدر يقرأ هذه الرسالة طبعا تشفير جولي سيزر هذا ما كان صعب نهائيا واي شخص يقدر يفوق هذا تشفير لو اخذ وقت شوي ويفكر عشان كذا كل ما تزيد في تعقيد المفتاح الخاص هذا كل ما تقل نسبة ان اي شخص يقدر يفوق هذا تشفير في الحرب العالمية الثانية اخترعوا الالمان جهاز تشفير الجهاز هذا كان اسمه الانجما ماشين الجهاز هذا كان معقد جدا جدا وكان يستخدم طرق كثيرة جدا في تشفير الرسال الطرق الممكنة في تشفير على هذا الجهاز كانت اكثر من 150 تريليون طريقة وعشان يزيدون في نسبة الامان كانوا يختارون الالمان طريقة تشفير جديدة كل يوم جديد طبعا اكبر نقطة كانوا يفتخرون فيها الالمان في جهاز التشفير هذا هو ان كل الحروف المتطابقة في الرسالة قبل ما تتشفر مستحيل تكون نفس الحروف في الرسالة المشفرة فمثلا لو حاولنا ان نشفر كلمة سكسس بطريقة جولي سيزر اللي ذكرناها قبل شوي راح يكون الجواب VXFFVV راح نلاحظ ان حرف الاس دائما يصير الحرف V لكن هذا شيء مستحيل يصير في جهاز اللي نقمى ماشين المضحك هنا هو ان النقطة القوة هذه اللي كانوا يفتخرون فيها الالمان كانت هي السبب الرئيسي اللي جعلت الانجليزي فكون التشفير ويهزمون الالمان في الحرب راح اترك روابط اضافية في وصف الفيديو اذا حابت تطلع اكثر على جهاز التشفير هذا التشفير الان يستخدم اونلاين لحماية ارقامك السرية الطريقة هذه اسمها الانكريبشن ببساطة الشركات الكبيرة زي جوجل وفيسبوك ما تحفظ ارقامك السرية زي ما هي في قاعدة بيانات لكن لازم تشفر الارقام السرية هذه قبل ما تحفظها في قاعدة البيانات علشان لو قدر الله سر في اختراق في قاعدة البيانات هذه المخترق ما راح يقدر يقرأ الارقام السرية فكرة الانكريبشن هو إيجاد طريقة بحيث أنك تقدر تحول الرقم السري إلى رقم سري مشفر لكن راح يكون صعب جدا أو شبه مستحيل عكس هذه الطريقة فمثلا في مثالنا قبل شوي ذكرت أن المفتاح الخاص كان يساوي ثلاثة لكن في المثال هذا تخيلوا أن المفتاح الخاص راح يكون معادلة رياضية معقدة تخيل أن المفتاح يساوي X4 زائد 3X زائد N حيث أن X تساوي الحرف بالرقم والN تساوي الخانة اللي فيها الحرف هذا فمثلا لو كان الرقم السري حقك هو باسورد وباسورد رقم سري سيء جدا لكن خلونا نشوف كيف الشركات هذه راح تخزن رقمك السري بهذا المفتاح أول حرف في رقمك السري اللي هو باسورد هو حرف P حرف P هو الحرف رقم 16 وهو أول حرف في الرقم السري يعني أن N راح تساوي 1 ندخل هذه في المعادلة ونقسم على 26 ونأخذ الباقي وراح يطلع أن الجواب 19 أو الحرف S وحرف A راح يصير F إلى آخر بهذه الطريقة الشركة ما راح تحتاج أصلا أنها تعرف رقمك السري كل اللي عليها تسويه هو أنها تقارن الرقم السري المشفر بالرقم السري المشفر اللي أدخلت أنت إذا تطابقت الرقمين السريين المشفرة في معناتها أنك أدخلت الرقم السري الصحيح وفوق هذا كله الأرقام السرية المحفوظة في قاعدة البيانات راح تكون أرقام سرية مشفرة في معناتها أن المخترق ما راح يقدر يقرأ الأرقام السرية هذه طبعا في الواقع القصة تختلف عن كذا لكن أنا بصت عشان أختصر في الشرح ومرة ثانية راح أترك معلومات إضافية في وصف الفيديو إذا حابت الطلاع أكثر أتمنى أنكم تعلمتم شيء جديد من فيديو اليوم لا تنسون الاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات وتابعوا حساباتنا على تويتر كان معكم ميف القحطاني وإلى اللقاء في فيديو آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا